عاجل خروج رتل عسكري من بلحاف وتحضيرات إماراتية لمعركة في عدق تفاصيل عاجلة للمزيد من الأخبار لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة كشف القيادي الجنوبي ورئيس منتدى السلام ووقف الحرب في اليمن عادل الحسني عن خروج رتل عسكري من منشأة بلحاف بشبوة وتحضيرات إماراتية لبدء معركة في المحافظة ونشر الحسني في تغريدة على حسابه بموقع تدمين مصغر تويتر نبأ عاجل جاء فيه أن شاحنات أسلحة ومدرعات خرجت من بلحاف وقال إن الإمارات تجهز لمعركة في شبوة للقضاء على القوات الخاصة ووحدات الجيش الموجودة هناك مضيفا إذا نجحت في ذلك فسيتم بعدها تصفية القوات الموجودة في سيؤون يأتي ذلك بعد وقتا قصير من إعلان صدور قرار لمحافظ محافظة شبوة البرلمان المؤتمر عوض بن الوزير العولقي السبت قضى بإقالة قوات الأمن الخاصة المحسوب على حزب الإصلاح العميد عبدالرب لكعب والذي تم بعد نحو عشرة أيام من قرار قضى بإيقاف لكعب عن العمل وذلك على خلفية الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بمدينة عطق مؤخران بين قوات الأمن الخاصة وقوات دفاع شبوة وخلفت قتلى وجرحة سبق ذلك أن اتهم العولقي القوات الخاصة الموالية لحزب الإصلاح بتنفيذ عمليات استفزازية قائلا بعد تنفيذ حملة منع السلاح في المحافظة شهدت المحافظة استقرارا أمني وبعد إدخال قوات دفاع شبوة لم يرق ذلك للقوار الخاصة وقامت بعمليات استفزازية